الولي ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الله هو الولي فما تظن أنه فاعل بك وإذا لم يتولى أمرك فكيف تكون حالتك جاء ذكر اسم الله الولي في القرآن خمس عشرة مرة ومن ذلك قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقوله سبحانه وكفى بالله وليا وقوله جل جلاله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وقوله سبحانه والله ولي المؤمنين وقوله تبارك وتعالى أنت ولي في الدنيا والآخرة وقوله عز وجل أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي أولا معنى اسم الله الولي الولي القرب والدنو يقال تباعد بعد ولي وكل مما يليك أي مما يقاربك الولي ضد العدو والموالاة ضد المعداة يقال فيه تولاه والمولى المعتق والمعتق وابن العم والناصر والجار والصديق والتابع والمحب والحليف والشريك وابن الأخت والولي المولى والولي الصهر وكل من ولي أمر أحد فهو وليه والولاية بالكسر السلطان والولاية والولاية النصرة وعرف العلماء اسم الولي فقال الخطابي والولي أيضا المتولي للأمر والقائم به كولي اليتيم وولي المرأة في عقد النكاح عليها وأصله من الولي وهو القرب فالولاية هي النصرة وهي رعاية المصالح وهي القرب في المكان أو النسب أو المنزل ولذا تلحظ أن كلمة مولى تطلق مرة على السيد وتطلق مرة على الخادم ولذا يقول البحتري مولاك يا مولا يطالب لوعة في يومه وصبابة في أمسه أي عبدك يا سيدي يطلب منك معاونته فإذا كان العبد في حاجة لشيء فمن أقرب الناس إليه وأول من سيلبي طلبه إنه سيده وإذا استفاف السيد بمن حوله فمن أول من سيستجيب له إنه خادمه فكلمة المولى تطلق على السيد وعلى العبد لقرب كل منهما من الآخر قال الزجاجي الولي في كلام العرب على ضروب عشرة مخرجها كلها من قولهم هذا الشيء يا للشيء وأوليت الشيء الشيء إذ جعلته يليه لا حاجز بينهما وأنت لا تقرب أحدا منك إلا إن وثقت به ورأيته الأقرب لنفسك وقلبك ولا يكون الأقرب إلى نفسك وقلبك إلا إن رأيت منه حرصا عليك ونفعا فوق ما لديك وقوة فوق قوتك وعلما فوق علمك ومعلوم أن الولي يفعل لمولاه الأصلح له والأحسن في علاقاتنا اليومية وواقعنا الحياتي نعرف أثر الولي جيدا الولي من البشر فلا يخاف الطفل في مدرسته إذا احتمى بولي أمره وأما الطفل اليتيم فمنكسر ولا سند له ولا ظهير فمن ليس له ولي مسكين مكروب والعروس يوم زفافها وأثناء العقد يقف بجوارها وليها ومن ليس لها ولي تتألم غاية الألم ليلة زفافها وتشعر أنها وحيدة يوم فرحها ظاب ولي البشر فشعرت بالألم والوحشة والحرمان فكيف إذا غابت عنك رعاية وولاية الرب الولي سبحانه وتعالى الله هو الولي فما تظن أنه فاعل بك وإذا لم يتول أمرك فكيف تكون حالتك ثانيا نوعاء الولاية الأول الولاية العامة فالله يتولى بها شؤون جميع خلقه قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فهو ولي السماء وما فيها والأرض وما فيها وحافظ لكل شيء وراع لكل مخلوقاته ومدبر لشؤون هذا الكون أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت تولى أمور خلقه فأمدهم بما يحتاجون كما يقال قام فلان على كذا وكذا فهو قائم على كل نفس بما كسبت أي يرزقها ويحفظها ويرعاها والمعنى أنه حافظ لا يغفل وجواب العبارة محذوف وتقديره أفمن هو حافظ لا يغفل كمن يغفل أفمن قام على خلقه كمن لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه فضلا عن أمر غيره فالاستفهام إنكاري فأيهما أحق بالعبادة والتوكل عليه واللجوء إليه من هو قائم على كل النفوس بما كسبت فيعلم سرها وجهرها ويجازيها على ما عملت من خير وشر أم تلك الآلهة والشركاء الذين لا يملك أحدهم أمر نفسه فضلا عن أن يتولى أمر غيره الثاني الولاية الخاصة وهي ولاية المحبة والتوفيق والنصرة وهي بهذا المعنى خاصة بالمؤمنين المتقين وهي التي تثمر في قلوب أولياء الله الطمؤنينة والثقة في نصرته سبحانه وكفايته كما قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وهذا يثمر اليقين بذهاب الكفار وقطع دابرهم فإنهم وإن انتصروا في شقبة من الزمان فهم إلى زوال لأن الولي لا يتولاهم وقد نهان الله عن اتخاذ أي ولي غير الله ما لهم من دونه من ولي فالله وحده هو الذي يتولى أمور الخلق بالإصلاح أو بالنصر أو بالإعانة فلا يتوكل على غير الله ولا يصلح الأمور إلا الله ومن تولى غير الله فقد وكل نفسه إلى العجز والضياع والخسران بين ولاية الله وولاية الناس لا وجه للمقارنة بين ولاية الله وولاية البشر فأي إنسان قد يكون قريبا منك بعض الوقت لكنه لا يستطيع أن يكون بجوارك في كل الأوقات فستمر عليك أوقات يغيب فيها عنك رغم شدة احتياجك إليه إما لغياب أو انشغال أو مرض أو وفاه أما ولاية الله لك فهي لا تنفك عنك طرفة عين ولاية الإنسان تكون على عدد محدود ممن يتولاهم فالأب ولي أسرته والزوج ولي زوجته ومدير الشركة ولي على العاملين بها والمحافظ على سكان محافظته والحاكم على شعبه ولكن الولي سبحانه يتولى أمر الخلائق جميعا جملة واحدة وفي وقت واحد فهو إن التفت إليك لم يلتفت عن غيرك وإن رزقك لم ينشغل عن رزق الآخرين فلا يشغله صوت عن صوت ولا سؤال عن سؤال سبحانه لا تختلف عليه اللغات ولا تختلط عليه الأصوات ثالثا من ولي الله الولي له تعريفان أحدهما هو الذي تتوالى طاعاته دون أن يتخلى لها عصيان وهو قول القشيري الولي على وزن فعيل مبالغة من الفاعل وهو من توالى طاعاته من غير أن يتخلى لها عصيان والثاني من تولاه الله فتولى حفظه وحراسته ورعايته وهو يتولى الصالحين ومن تولاه الله أنعم عليه برائع الخصال ومن ضمنها ما قاله القشيري في تعريف جامع مانع للولي من المؤمنين الولي من لا يقصر في حق الحق ولا يؤخر القيام بحق الخلق يطيع لا لخوف عقاب ولا على ملاحظة حسن مآب أو تطلع لعاجل اقتراب ويقضي لكل أحد حقا يراه واجبا ولا يقتضي من أحد حقا له ولا ينتقم ولا ينتصف لا يقتص بل يعفو مفوضا أمره لله ولا يشمت ولا يحقد ولا يقلد أحدا منه لا يمن على أحد بإحسانه ولا يرى لنفسه ولا لما يعمله قدرا ولا قيمة إن ولي الله ليس كما يصوره الجاهلون هو الدرويش الأبله المنسحب من صخب الحياة إلى صومعته وفاقد الإحساس العاجز عن العمل والخانع أمام الأعداء وإنما هو المجاهد في بحار الحياة المتلاطمة الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويأخذ بأيدي الخلق ناحية الحق بعيدا عن أجواء الباطل ولقد أجاد الأستاذ ماجد عرسان الكيلاني رحمه الله في تعريفه الجامع للولي وكيف أنه يشمل كل مناح الحياة والذين يحسنون هذه الولاية والرعاية كل في ميدانه ويلتزمون في رعايتهم وولايتهم وفي ظل القيم والتوجيهات التي جاءت بها الرسالة الإسلامية لشؤون غيرهم أوامر الله وتوجيهاته حق الالتزام دون أن تفتنهم المغريات هم أولياء الله وبذلك يكون ولي الله هو من يلتزم أوامر الله حق الالتزام في ميادين الاجتماع والسياسة والإدارة والعسكرية والاقتصاد والتربية والفكر والثقافة والتوجيه والجهاد والأمن وغير ذلك بهذا المعنى كان أبو بكر وعمر بن الخطاب وليين لله في ميدان الحكم والسياسة وكان خالد بن الوليد ولي الله في ميدان العسكرية وكان معاذ بن جبل ولي الله في ميدان التربية والتعليم وكان عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وليين لله في ميدان التجارة والأعمال وكان هناك ولي الله الزارع وولي الله الصانع وولي الله الشرطي وولي الله الإداري وهكذا ما دام الكل يعملون حسب أوامر الله ونواهيه ويتقونه حق تقاته الله وليهما وهنا نعرض لأثر اسم الله الولي مع قدوتين رائعتين الأول نبي والثاني ولي والنبي هو يوسف عليه السلام عندما ارتقى سدة الحكم بعد حياة حافلة بتولي الله لأمره دعاه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لم ينس يوسف شكر رب الذي تولاه في جميع مراحل حياته فقال عليه السلام يا رب قد توليت أمري فيما مضى وأنقذتني من البئر الذي ألقيت فيه عند الصبا وتوليتني عندما لقيت فتنة امرأة العزيز وقد أرادت جوايتي وغلقت الأبواب وتوليتني عند السجن الذي حبست فيه ظلما بلا أسباب وتوليتني فردتني إلى والدي بعد طول غياب فأحسن بي يا ولي وأنا على مشارف الآخرة كما أحسنت لي يا ولي في كل ما مر بي من دنياي لقد رأى يوسف كيف تولاه الولي في كل الأوقات فظل متعلقا بهذا الاسم العظيم حتى آخر لحظة له في دنياه فما غاب عنه حتى عند احتضاره وموته ولقد رأى أن الله تولاه في الدنيا فطمع في الولاية الأعظم ولاية الآخرة وذلك بأن يدخله الله الجنة ليلحق فيها بركب الصالحين والولي عمر بن عبد العزيز واسمع تجربته مع اسم الله الولي فما تمنى من وليه شيئا إلا وأعطاه إياه حتى طمع في الجائزة الكبرى والنعمة العظمى الجنة قال دكين الراجز أتيت عمر بن عبد العزيز بعدما استخلف أستنجز منه وعدا كان وعدانيه وهو واني المدينة فقال لي يا دكين إن لي نفسا تواقى لم تزل تتوق إلى الإمارة فلما نلتها تاقت إلى الخلافة فلما نلتها تاقت إلى الجنة وظل هذا الاسم عالقا في ذهنه حتى احتضاره فلما كان احتضاره دخل عليهم اسلمة بن عبد الملك فقال يا أمير المؤمنين إنك أفقرت أفواها ولدك من هذا المال وتركتهم عيلة لا شيئا لهم فلو وصيت بهم إلي وإلى نظرائي من أهل بيتك فقال عمر وأما قولك لو أوصيت بهم فإن وصيي ووليي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين بني أحد الرجلين إما رجل يتق الله فسيجعل الله له مخرجا وإما رجل مكب على المعاصي فإني لم أكن أقويه على معاص الله فكما تولاه الله فسيتولى الصالحين من أبنائه وما هذا إلا عن سابق تجربته التي جربها في حياته فاطمأن أن ولاية الله لأبنائه خير من ولايته لهم فوكلهم إلى ربه رابعا جوائز الولاية واحد لا خوف ولا حزن ماذا يعطيك الله إذا تولى أمرك قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فليس هناك خوف في الدنيا ولا حزن في الآخرة أو لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون عند الموت أو لا يخافون على ذريتهم فإن الله تعالى يتولاهم ولا هم يحزنون على دنياهم لأن الله تعالى يعوضهم عنها اثنان يخرجهم من الظلمات إلى النور أهم فوائد الولاية الربانية للعبد هدايته وإخراجه من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والظلمات جمع والنور مفرد لأن الحق لا يتعدد أما الباطل فتتعدد سبله ومن هنا خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما للصراط المستقيم وخط حوله خطوطا من حواليه هي سبل الشيطان وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وضرب الله ثلاثة نماذج للانتقال من الظلمات إلى النور قصة إبراهيم مع النمرود وقصة عزير مع حماره وطعامه وقصة إبراهيم مع إحياء الموتى عن طريق الطير وهي كلها نماذج عملية لإخراج العباد من الظلمات إلى النور والولي يتولى المؤمنين فالولاية الخاصة مفتاحها بيد العبد إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فكل من لم يتق الله فقد حرم نفسه ولاية ربه ثلاثة كرامات الأولياء ما هي الكرامة؟ كثير من الناس يظنون الولي هو من يمتلك قدرات خارقة تخرق العادات ومن غير هذا لا ينال شرف الولاية وهذا غير صحيح إليكم هذه النقاط التوضيحية مذهب أهل الحق إثبات كرامات الأولياء بشرائطها وأنها واقعة موجودة مستمرة في جميع العصور شرط الكرامة أن يكون صاحبها موافقاً للكتاب والسنة فينظر إلى عبادته والتزامه بالشرع فإن وجد صالحاً وإلا كان دجالاً خلط الناس بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من السحرة والدجالين والمشعوذين وأرباب الطرق الصوفية المنحرفة فهؤلاء تحصل لهم خوارق العادات ويستخدمون الجن في مثل هذا لا يجوز أن يكون مقصود العبد بالعبادة تحصيل الكرامة بل عبادة الله لطلب مرضاته وثوابه وخوفاً من عقابه والكرامات قد تأتي تبعاً لذلك وقد لا تأتي قد تحصل الكرامة للمفضول ولا تحصل للفاضل تحصل الكرامة لفريقين الأول من بلغ في التصفية والعبادة والمجاهدة درجة عالية فتكون الكرامة بمثابة الجائزة أو الهدية والعطية للعبد الصالح والثاني من كان إيمانه مزعزعاً يوشك أن ينهار فتأتيه الكرامة تأييداً وتشجيعاً أعظم الكرامة ليس في ظهور خوارق العادات الحسية بل في الكرامة الإيمانية بلزوم الاستقامة أربعة النصر إن تولى الله أمرك فأنت منصور لا محالة بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وقوله عز وجل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون خامساً طريق الوصول إلى الولاية واحد التقوى قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أسهل وأجمل تعريف للتقوى هو أن يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك وللتقوى تمام كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراماً يكون حجاباً بينه وبين الحرام فالأتم التقوى هو الأحسن عملاء وإحسانه وتمام تقواه بأن يجتنب المكروهات بعد المحرمات ويحافظ على المستحبات بعد الواجبات ومن جميل ما قاله الجيلاني في حقيقتها حقيقة التقوى أنك لو جمعت ما في قلبك وتركته في طبق مكشوف وطفت به في السوق لم يكن فيه شيء يستحى منه اثنان المحافظة على الفرائض والنوافل ففي حديث الولاية من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحباه ومن سادة الأولياء كل من علم علماً فعمل به كما رآهم الشافعي فقال إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فما لله ولي سادساً فادعوه بها عبادة وعملاء واحد موالاة المؤمنين من أراد أن يعلم هل هو من أولياء الله فلينظر كيف ولائه لمن ولاه وعداوته لمن عاداه والموالاة هي القرب والنصرة ورعاية المصالح روى البخاري من حديث عمر بن العاص إن آل أبي ليس بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم أبلها ببلاها قال ابن بطال أبلها بمعروفها والبل هو الترطيب والتندية بالمعروف وشبه صلة الرحم بالمعروف بالشيء اليابس يندى فيرطب وذلك أن العرب تصف الرجل إذا وصفته باللؤم بجمود الكف وإنه لحجر صلد أي أنه لا يطمع في معروفه كما لا يرجى من الحجر الصلد ما يشرب فإذا وصل الرجل رحمه بمعروفه قالوا بل رحمه بلا وبلالا وهذا الكلام يفيد أن القريب له حق الصلة ولو كان كافرا لكن ليس له حق الولاية من المحبة والنصرة فلا يوال ولا يناصر لما هو عليه من الباطل فالمؤمن يوال المؤمنين ويحمل همهم ويتألم لألمهم ويسعد لسعادتهم ويدفع عنهم وأما أقرباءه إن كانوا غير مسلمين فلهم عليه حق واجب يؤديه وهذا موقف متوازن معتدل تؤدى فيه الحقوق لغير المسلمين أما قلبك فمع المؤمنين والصادقين والمحبين لله ورسول الولاء للمؤمنين واجب ولو كانوا من غير أرضك ولا جنسك ولا لغتك فالإيمان عليه معقد الولاء والبراء وليس الوطن ولا الجنس ولا اللغة وكل من أراد من الولي أن يواليه فليوالي من أحب الله ويدنيه اثنان عدم موالاة الكافرين ومن والى الله كيف يوالي أعداءه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء تنصرونهم وينصرونكم وتآخونهم وتعاشرونهم بل وتعينونهم على إخوانكم ثم علل النهي بقوله بعضهم أولياء بعض فكل هؤلاء أعداء للمؤمنين ولا فارق بينهم وفيه دليل على أن الكفر ملة واحدة ثم هدد الله من خالف هذا الأمر ومن يتولهم منكم فإنه منهم وهذا تغريض من الله وتشديد في وجوب عدم موالاة أعداء الدين مطلقا والأولياء هم الأنصار والاتخاذ هنا يفيد معنى التعمد والمثابرة وفيه مكاشفتهم بالأسرار الخاصة بمصلحة الدين وأحوال المسلمين وقوله من دون المؤمنين قيد في هذا الاتخاذ أي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء وأنصارا في شيء تقدم فيه مصلحتهم على مصلحة المؤمنين وذلك كما فعل حاطب بن أبي بلتعه في فتح مكة لأن فيه إعانة للكافرين على المسلمين وخيانة للمؤمنين وقد تأول المفسرون قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم بأحد تأويلين الأول بحمل الولاية على الولاية الكاملة التي فيها الرضا بدينهم والطعن في دين الإسلام فمن تولاهم في هذه الحال فهو منهم في الكفر والخلود في النار والثاني أن يتولاهم بأفعاله من المساعدة والعون دون أن يعتقد معتقدهم ولا أن يخل بمقتضيات الإيمان فهو مشارك لهم في المقت والذنب الواقع عليهم وأما ما عدا ذلك كالتجارة والمعاملات الدنيوية فلا تدخل في ذلك النفي لأنه ليس فيه محادة لله ورسوله ثم قال ربنا بعدها إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وجملة إنما وليكم الله ورسوله إلى آخرها متصلة بجملة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فوقعها موقع التعليل لهذا النهي لأن ولاية المؤمنين لله ورسوله ثابتة ومن كان الله وليه لا يكون أعداء الله أولياءه وتفيد الجملة تأكيد النهي عن موالاة اليهود والنصارى وانظر ماذا فعل عمر بن الخطاب حين شعر أن النصارى يحتكرون مهنة من المهن دون المسلمين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا قال ما لك قاتلك الله أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ألا اتخذت حنفيا قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله وروي أن أبا موسى قال لا قوام للبصرة إلا به فقال له عمر مات النصراني والسلام يعني هب أنه قد مات فما كنت صانعا حينئذ فاصنعه الساعة واستغني عنه بغيره من المسلمين ثلاثة تولى أمور الناس ليتولى الله أمرك أخي تولى أمر أرملة أو فقير أو يتيم أو مسكين وخاطب ربك بلسان الحال قد وليت أمر هؤلاء فتولى أنت أمري يا ولي الأولياء إن الولي مصلح في الأرض وليس راهبا في صومعة بل صومعته بين الناس ومحرابه ساحة المجتمع وصيده قلوب الغافلين وهي أمانة ثقيلة على كل مسلم علم ما لم يعلم غيره ورزقه الله ما لم يرزق به غيره فماذا لو كنت مكلفا بولاية بعض المسلمين مثل المدير أو المحافظ أو الحاكم المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة وهي عقوبة شديدة أن يحرم الله هذا الأمير من دخول الجنة لأنه لم يتولى أمر المسلمين كما ينبغي له وكما يفرض عليه الواجب أربعة سكينة القلب تخيل أن الله هو ولي أمرك فكيف يكون حالك؟ من قام بحق الله تولى الله أمره على وجه الكفاية فلا يحوجه إلى أحد من الناس ولا يدعو شيئا من أحواله إلا أجراه له على ما يتمناه فاطمئن لرعاية الولي لك سابعا فادعوه بها مسألة وطلبا يا ولي الإسلام وأهله مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه أسألك باسمك الولي اجعلني سلما لأوليائك وحربا على أعدائك أحب بحبك من أحبك وأعادي بعداوتك من عاداك أسألك باسمك الولي تولى أمري ولا تتخلى عني أسألك باسمك الولي اجعل ولائي وولايتي للمؤمنين واجعل عداوتي للظالمين والمعتدين ثامنا حاسب نفسك تعرف ربك هل تحرص على أن تكون من أهل ولايته بالقرب منه بالفرائض والانتظام في النوافل هل توالي من والى الله وتعادي من عاداه هل تحرص على بسط ولايتك للمؤمنين بالأقوال والأفعال والأحوال هل تراجع نفسك في تقواك وتحاسبها على ما فرط منها كي لا تنزع ولاية الله عن نفسك هل توالي الله في العلن وتعاديه في السر هل تستحضر معنى أن تكون وليا لله في مجال عملك وساحة جامعتك بأن تراقب الله في كل أعمالك وأحوالك وتتقيه